اشتركوا في القناة فكيف تقرأ كلمة جلالة الملك خلال الجلسة وكيف تصف دور المملكة في تعزيز العمل العربي المشترك حيال مختلف القضايا والتحديات اولا المساء الخير طبعا انظار العالم العربي بأسره وحتى المجتمع الدولي تتركز اليوم على مملكة البحرين وهي تستضيق القمة العربية تحديدا لان الوقت الرائم الذي تمر فيه أمتنا العربية تواجهة تحديات عديدة سواء على الصعيد السياسي والامني وحتى الاقتصادي جلالة الملك حفظه الله اكد على اهمية نحقاد القمة في مملكة البحرين خلال طبعا ترأسه بالامس لجلسة مجلس الوزراء وتطلعنا اليوم لما ستضمنه الكلمة الافتتاحية لجلالته حينما يرأس القمة في دورتها الحالية وكيف ستقول البحرين العمل العربي المشترك لتحقيق ما فيه خير وصالح الشعوب العربية طبعا جلالة الملك اكد على موقف البحرين الثابتة من قضياننا العربية المصيرية على رأسها طبعا القضية الفلسطينية والتي ستأخذ بالتأكيد حيزا كبيرا بل ستكون احد ابرز المحاور الاساسية للقمة طبعا جلالة تشدد على ذلك بالامس واكد بان تطورات الاحداث في قطاع غزة تؤكد الحاجة الملحة الى جهود دبلوماسية مكثفة من اجل السلام واقامة الدولة الفلسطينية اضافة الى احقية دولة فلسطين الشقيقة بالحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وذلك طبعا وفق قرار الجمعية العامة مؤخرا للامم المتحدة وباغلبية تصويت من قبل 143 دولة طبعا اكد جلالة الملك ان قمة البحرين ستتضمن العديد من المناقشات لامور هامة هدفها الوصول لقرارات بناءة ومثمرة من شأنها تعزيز وحدة الصف والتضامن العربي وتعزيز الامكانيات السياسية والاقتصادية والمضي في طريق التقدم والتنمية المستدامة طبعا اضافة الى تعزيز الوحدة في الجوانب الامنية عبر حماية الامن القومي لدول العربية ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ما نتمنى ونتظل عليه هو ان تحقق قمة البحرين اهدافها وان تتوحد المواقف العربية فيها بناء على عمليات التنسيق والتشاور المستمرة وهي عامل مهم جدا اكد عليه جلالة الملك المعظم حفظ الله طبعا لان هذه الوحدة هي السبيل لمواجهة كل التحديات وهي الضمان لتحقيق ما يخدم الدول العربية وشعوبها نعم الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر